ياسر لبيب ده من الناس اللي لهم تاريخ كبير في النادي الاهلي وكان كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر واول اللعيبة المصريين اللي احترفوا بره كان احترف في ألمانيا وطبعا بطولات عالم وولمبيات وبطولات أفريقيا وبطولات دولة للنادي وبطولات كاس فده تاريخ كبير اوي يعني شهادت فيه مجروحة هنا لأ طبعا ياسر هو طبعا الدنيا كانت صعبة وياسر كان محترف في ألمانيا الدول الألماني ساعتها كان جامد ومن الناس اللي كانت مميزة فدي طبعاً كتأول حاجة لي وكان هو بصراحة كان يستاهل يعني ياسل كان علامة من العلامات الكبيرة في كورة اليد هو اللي أطلق عليه بيبه كان الجمهور بصراحة البيبه بيبه متعنا يا لبيب كانت أول حد أطلق عليه هذا كان في متشاط أهلي وزمالك كان الجمهور النادي الأهلي بصي طبعاً هأكلمك إحنا كنادي أهلي هو قصة مش ياسل لبيب هي منظومة يعني منظومة كلها رياضية يعني خالد العودي ياسل لبيب أحمد سالم الناس كلها من أولاد النادي والمحبين للنادي وتاريخ في كورة اليد فده كانت منظومة نجاح نحن نرتب لها بأننا سنتين فالحمد لله السنة الفاتح كان موسم استثنائي بالنسبة لكورة اليد عامة فدي حاجة محسوبة لهم ومجهود الناس كلها بإذن الله بصة وياسل لبيب طلو عمره شخصية رياضية يعني بياخد باله من أكله بياخد باله من ما بيصهرش بينام بيقدري فهمت زي رياضة على طول هو حياته كلها كانت رياضة فياسر من الناس الشخصيات الرياضية لا لا خالص ياسر لا لا شخصية لا شخصية هادية حتى في الملعب ما بيتعصبش على حد على طول كان بيوجه زمائله بيلعب برزانة فهمت زي في البيت نفس الكلام هو ياسر بقوله ربنا يوفقك وإن شاء الله اللي جاي أحسن وكلنا متكاتفين وكلنا إيد واحدة والسنة دي إن شاء الله تكون أحسن من السنة دي جاي بإذن الله هتقوله إيه لأخوك بقوله طبعا عليه عيبء كبير يعني هم الناس اللي مسكة في صراحة سواء سامح أو ياسر صلاح ده ناسك نائب مديكة عناشئين للولاد وواحد وسامح للبنات عليهم عيبء كبير طبعا اللي يزود العيبء دوة الإنجاز اللي احنا عملناه سنة اللي فاتت عليهم دور كبير جدا في تطوير جاردة كرة اليد فربنا يعينهم ويعيننا جميعا آمين طب ياسر ومهمته دلوقتي في النادي الأهلي انت دلوقتي رئيس لجهاز كرة اليد في النادي الأهلي سواء بلا